ماتت بسبب جرعة بنج زيادة وهي داخلة تعمل عملية تجميل وتنبئت قبل وفاتها بفترة وشبشبها كان هو كلمة السر محمد صبحي بعدها حس بليوت من الفن على الرغم أنها كانت تلمسته ودخلت الفن بالصدفة النجمة سعاد نصر أو ماما ميسا اللي كلنا بنحبها ودائما فاكرينها وعلى قد ما قدمت فن هادف ومميز على قد ما كانت حياتها مأسوية خاصة في النهاية الفنانة سعاد نصر في أواخر حياتها عاشت سنة كاملة في غيبوبة واللي دخلتها نتيجة جرعة بنج زيادة لما كانت دخلة تعمل عملية شفط دهون زيادة من جسمها بدفع التجميل بعد نصيحة من واحدة صحبتها وده كان في سنة 2005 لما قالت لها ومالو اعمليها لكن للأسف بسبب الخطوة دي دخلت سعاد نصر في غيبوبة ومنها انتهت حياتها في 2007 بنت الفنانة سعاد نصر قالت بعد كده ان مامتها قبل ما تدخل في غيبوبة كاملة فائت علشان تعرفهم وسيطها الأخيرة ربي اذا بعثت فيها الروح ابعثها طاهرة واذا توفيتني فاجعلني من الأبرار وقالت لهم بعد ما موت اتفنوني بسرعة وخلوا قريبي وحبيبي جنب قبري ساعة كاملة يدعو لي ومن أسرار ماماميسة انها تنبقت بوفاتها وده الرواية اللي كشفها الشيخ سياد حمدي واحد من كبار مفسر الأحلام وقال ان سعاد نصر اتصلت بيا قبل ما تدخل المستشفى الساعة عشر بالليل علشان تستشرني في رؤية شافتها وهي انها شافت شب شبها في المنام وهو بيقع من رجلها وبعدين شافت ابوها المتوفي وهو بيرجع لها الشب شب واخدها لقودة ديقة وقالت له انا عايز اوسع القودة دي الشيخ فصل لها الحلم بان شب شب يرمز للسير فلو وقع معناه ان الانسان في ورطة او هيقع في مصيبة عجلة بالنسبة للقودة ديقة فمعناها هو القبر وتوسعته بتيجي بالتوبة والتقرب من ربنا ساعتها ردت عليه وقالت له انا نوية اغير حياتي وابدأ حياة جديدة لاني بحب القرآن وبحب الرسول صلى الله عليه وسلم سعاد نصر في اخر ايامها كانت بتعاني جدا من احساس الظلم في الوسط الفني وكانت كمان قالت في تصريحات الفيزيونية ان اغلبية زميلها بيطلقوا عليها لقب العبيطة علشان كانت بتشارك في اعمال كتير وهي كانت بتعتبر ده طيبة وحب لفريق العمل ويمكن ده بيفسر تصريحات استاذ محمد صبحي انه قال انه حس بعدها بليوت مو قال عن سعاد دي تلمستي انا اللي قدمت لها في المعهد ودربتها ولما تخرجت بقيت معيدة ولما تخرجت وبقيت معيد درست لها وحسيت انه سعاد ضلع اساس في كل اعمالي وحسيت بعد موتها بليوت الفني لان دايما كنت متأكد انه عندها امكانيات رهيبة تخليها تكمل وتستمر لولا خضاء سعاد نصر بدأت التمثيل بالصدفة بسبب انه اسرطة معقدة على حد وصفها لما وضحت انه هما بيحبوا الشهادات العليا بس علشان هي ما جابتش مجموعة لكلية نصحوها تدخل معا تفنون مصرحية دخلت وهناك نصحوها تمثل وفضلت اربع سنين في قسم التمثيل وقالا ما يعرفوش حاجة لحد ما تخرجت وبقت الاستاذة سعاد مصر وفي رواية اخرى ماما مايسا الله يرحمها لحد هنا نكون خلصنا الفيديو قبل ما نمشي اوعد تنسى اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان نوصلك كل الاشتراك اتصفكم في رائعة اللو امن وحزو والسلام عليكم باي باي